المبشرون بالجنة اللقاء الثاني مع هذه الشخصية الفذة عمر بن الخطاب الفاروق أبو حفص هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بالجنة رجل كان ينزل القرآن موافق لكلامه هذا الذي جيش الجيوش فتح الأمصار وهدم عرش كسرى وقيصر نشر العدل والخير والدين في أغلب أسقاع المعمورة ملهم هذه الأمة ومحدث هذه الأمة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبيا لكان عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذي كان بابا في وجه الفتن في هذه الأمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة وأحد جواريه لقد كان الشيطان يفر من عمر ويفر من الطريق الذي يمشي فيه عمر كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصديق وكان جار للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد وغيرها قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه إلمامة سريعة عن هذه الشخصية نبدأ اليوم بإذن الله تعالى عن إسلامه وهجرته كان أول شعاع من نور الإيمان لامس قلبه يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقين منه ومن أمثاله فرق قلبه وعاتبه ضميره فرث لهن وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن منه مثلها وهذه بداية الإشراق في قلب عمر قالت أم عبد الله بنت حنتما لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف علي وكنا نلاقي منه البلاء والأذى والغلظة فقال لي إنه الانطلاق يا أم عبد الله قلت نعم والله لنخرجنا في أرض الله آذيتمنا وقهرتمنا حتى يجعل الله لنا فرجا فقال عمر صاحبكم الله أول كلمة طيبة لينة هينة تخرج من عمر تقول أم عبد الله ورأيت منه رقة لم أرها قط فلما جاء عمر بن ربيع زوجها وكان قد ذهب في بعض حادته وذكرت له ذلك فقال لها كأنك قد طمعت في إسلام عمر فقالت نعم فقال إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب أرأيتم أيها الأخوة والأخوات من شدة ما كانوا يعانون من عمر قالوا إذا أسلم حمار الخطاب الذي هو والد عمر سيسلم سيسلم عمر لقد تأثر عمر بهذا الموقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقا حرجا فأي بلاء يعانيه أتبع هذا الدين الجديد وهم على الرغم من ذلك صامدون ما سروا تلك القوة الخارقة لقد شعر عمر بالحزن وعصر قلبه الألم بعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر رضي الله عنه بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت السبب الأساسي في إسلامه فقد دعا له بقوله اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر الخطاب قال وكان أحبوهما إليه عمر ما سبب إسلامه ما سبب إسلام هذا الذي كان شديدا على المسلمين عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر يقول ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظن كذا إلا كان كما يظن يقول بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم قال إني أعزم عليك إلا ما أخبرت لي عمر كان صاحب فراسة مر هذا الرجل فتوسم فيه عمر هذا الكلام بعد الإسلام قال كنت كاهن في الجاهلية فبينما أنا يوم في السوق جاءتني التي يعني كما كان الكهان لهم جن يعني يساعدونهم فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها فكانت هذه ربما هي الشرارة الأولى التي أوقدت نور الإيمان في قلب عمر بعد ذلك أو قبل ذلك عمر بكرنا في شخصيته أنه كان رجلا شديدا ولذلك خشي على قريش كانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أي رجل يقتل محمدا فقال عمر والخطاب أنا لها يعني قضية ما هي سهلة قضية عظيمة من يتجر على أن يقتل محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم من يتجر لكن شجاعة عمر قال أنا أفعل ذلك فقالوا أنت لا يا عمر فخرج في الهاجرة يعني في يوم شديد الحر متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه فيهم أبو بكر وعلي وحمز رضي الله عنهم في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرجوا إلى أرض الحبشة وكانوا قد اجتمعوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم في أسفل الصفة فلقيه نعيم بن عبد الله النحام قال أين تريد يا عمر قال أريد هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله فقال له نعيم لبئس الممشى مشيت يا عمر والله لقد غرطك نفسك عن نفسك ففرطت فأردت أن تهلك بني عدي أترى بني عبد المناف يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمد فتحاور حتى على صوتهما فقال عمر إني لأظنك قد صبوت ولو أعلم ذلك لبدأت بك فلما رأى النحام أنه غير منتهن قال فإني أخبرك إن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالتك فلما سمع مقالته قال وأيهم قال ختنك وابن عمك وأختك ختنه وسعيد بن زيد المبشر بالجنة وأخته فاطمة وكانت من أحب الناس إلى عمر لما سمع عمر أن أخته فاطمة وزوجها قد أسلم احتمله الغضب وذهب إليهم مباشرة فلما قرع الباب قال من هذا قال ابن الخطاب وكان يقرآن كتابا في أيديهما فلما سمع حس عمر قام مبادرين فاختبأ ونسي الصحيفة على حالها طبعا هذه رواية في رواية أخرى أنهما كان يقرآن القرآن مع خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشاهد لما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه رأت أخته في عينه الشر فخبأت الصحيفة فقال ما هذه الهمهم والصوت الخفي الذي سمعته عندكم وكان يقرآن سورة طه فقال ما عد الحديث تحدثناه بيننا قال فعلكما قد صبوتما فقالت لأخته أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على ختنه سعيد وبطش بلحيته فتواثب وكان قويا شديدا فضرب سعيدا بالأرض ووطئه وطئا ثم جلس على صدره فجاءت أخته فاطمة فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها فقالت وهي غضبة يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله قال نعم قالت ما كنت فائلا ففعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقد أسلمنا على رغم أنفك فلما سمع عمر ندم وقام عن صدر زوجها فقعد ثم قال أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها فقالت أخته لا أفعل قال ويحكي قد وقع في قلبي ما قلتي فأعطنيها أنظر إليها وأعطيك من الموثيق ألا أخونك حتى تحرزيها حيث شئتي قالت إنك رجل نجس وهو لا يمسه إلا المطهرون فقام فاقتسل ثم أخذ الرقعة فقرأ فيها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى هنا نقف أيها الأحبة ثم إن شاء الله نكمل أسأل الله التوفيق للجميع المبشرون بالجنة مع الدكتور موفق كدسة نعود إلى لقائنا أيها الإخوة والأخوات قرأ عمر الصحيفة وقرأ الآيات فأشرق قلبه وأشرق فؤاده وبدأ الإيمان يدب في قلبه فقال ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره دلوني على محمد كان خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندهم في داخل البيت يقرئهم القرآن فخرج وكان مختفيا قال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب قال دلوني على مكان رسول الله فلما عرفوا منه الصدق قالوا هو في أسفل الصفاء في دار الأرقم بن أبي الأرقم فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته وجلوا هذا عمر معروف عمر ولم يجتر أحد منهم أن يفتح له لما قد علموا من شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هناك أسد الله ورسوله هناك حمزة عم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة فقال ما لكم قالوا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يسلم وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا من القائل؟ إنه حمزة أسد الله ورسوله ففتحوا وأخذ حمزته ورجل آخر بعضديه حتى أدخلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسله ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بحجزته وبجميع ردائه ثم جبذه جبدة شديدة وقال ما جاء بك يا بن الخطاب والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر يا رسول الله جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول الله من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهم من عدوهم كبر كل من في البيت وعلى التكبير حتى سمعت قريش هذا التكبير الذي أغاضهم كان فتحا من الله عز وجل أن يسلم عمر رضي الله عنه بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام عمر لم يتوانى في العمل لهذا الدين مباشرة قال يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا قال بلى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حيتم قال في فيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لا تخرج النأ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه قد آل الأواني الإعلان وأن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع نفسها فأذن بالإعلان وخرج صلى الله عليه وسلم في صفين عمر في أحدهما وحمزة في الآخر ولهما كديد كديد الطحين يعني صوت مرتفع حتى دخل المسجد فنظرت قريش إلى عمر وحمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم قد قبلها وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق لقد أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان رجلا دا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره وامتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي حمزة إذن هذه قصة مختصرة عن إسلام هذا الجبل هذا العظيم هذا الكريم هذا الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم حتى تركون فصلينا وطفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وقال أيضا بن مسعود كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر وقال سهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه ظهر الإسلام ودعا إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به علينا أسلم عمر رضي الله تعانى عنه في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة وهو ابن سبع وعشرين سنة لا تعجب أيها المستمع الكريم أن ترى رجل في هذا السن وله تلك المواصفات العظيمة التي ذكرناها وكم كان له أثر في قومه وفي العرب وفي مكة وبين الناس ابن سبعة وعشرين سنة كان إسلامه بعد إسلام حمز رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا بثلاثة أيام وكان المسلمون يومئذ تسعة وثلاثين قال عمر رضي الله عنه لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين فأظهر الله دينه وعز الإسلام قيل أنهم كانوا أربعين رجلا وحد عشرة امرأة لكن عمر لم يكن يعرف النساء في ذلك الوقت لكن كان هو كتمام الأربعين هجرة عمر رضي الله عنه وأرضاه فيها خلاف عند أهل التفسير وأهل الشير منهم من يقول أنه هاجر خفية ومنهم من يقول أنه هاجر علانية وأنه ذهب إلى دار الندوة وقال متقلدا سيفه ومتنكبا فرسه وقوسه وقال من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الجبل وخرج أمامهم وهم ينظرون إليه فقال لهم شاهة الوجوه لا يرهم الله إلا هذه المعاطس من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني ورى هذا الوادي قال علي رضي الله عنه أرضاه فما تبعه أحد إلا قوم من المستضافين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه خرج معه أهله لحق به أهله وأخوه زيد من الخطاب وغيره من الصحابة هذه هي إلماحة سريعة عن إسلام هذا العلم وهجرته وأنه كان سببا في إعلان إعلان الإسلام وأن الصحابة بعد أن أسلم استطاعوا أن يطوفوا بالبيت وأن يصلوا عند البيت وأن ينابذ القوم بعد أن أصبحت لهم قوة وشكيمة بإسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وإسلام عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عُرِضَ عَلِيَّ وفعلا رجل كان القرآن ينزل موافقا لكلامه قد بلغ مكانة عالية عند رب العالمين لذلك هذا الرجل أصبحت سيرته تدرس في كثير من الجامعات وأُلِّفت فيه كتب واستخرج من سيرته الكثير من الدروس العسكرية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك مما كان في سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر يتميز بأمور كثيرة لكن يكفيه فخرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر لو كان بعدي نبيا لكان عمر وهذه حقيقة منقبة وأي منقبة لهذا العلم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قدم للإسلام ما لم يقدمه غيره من البشر خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا ونسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرضى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نتوقف عند هذا القدر أيها الأحبة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم مع دروس وعبر من سيرة هذا العلم عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصل الله على محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة